منطقة أولاد برحيل بنسبايا نحن في هذه المنطقة كنزرع القرعة كما كتشوف محتاجة القوى محتاجة الماء لأن هذا العام كيعرف قلة الماء وقلة تساقطات الشيء اضطرع لها شي شوية ولكن الحمد لله من بعد هذه الفترة هذه اللي كتشوف لأنها تحتشتها عدة 3 يام هذه الأربع يام كيتبتدل فيها لأنها تبتدل لأنها تحتشتها في عتواء شوية وحتى الحمد لله لما يكون مفر لها زائد أن هذه المنطقة كتشوف فيها أنت كما قد عرف أنها حتحيت بها الجبال من كل جهة والحمد لله تحت تلج واللي غادي ربما غادي تكون الفرشة المائية شوية الحمد لله غادي نقد شوية الفرشة المائية وغادي نقد حتى الفلحة فيما يخص الأنواع دي الخضار اللي كينين هنا يا غلا المنتجات اللي كتنتجها الفلحة هنا من بينهم على الرئيس كانت تقريبا واحدة تمانية في المئة دي الحواميض تبع الخضروات بما فيهم الخضروات الموسمية أنا كنا نهدران عن الخضروات الموسمية يعني بحل جلبانة بحل الفول بحل اللي بيا هادو كيكونو وكينين الخضروات اللي ما ماشي موسمية كتدرف كتدرف فلاصصيرات بحل البانان دبرا كينين اللاصصيرات دي البانان تحت هي منطقة كتعرف وخنى عندها واحد نسبة شوية قليلة دي البانان وعندنا شي دي اللي أعلاف دي البهيم اللي أعلاف دي البهيم ما فيهم كين الفصاو وكين البشنو عرفت المنطقة فدى السمانة الحمد لله تساقطات مطرية مهمة مع أن عشاء جل الساكنة الحمد لله ما فيهم الفلاحة وما فيهم ما دون ذلك يعني أن التساقطات هي اللي كتفاجيها على كل شي والحمد لله أن الفلاح هذا بحث تأيال انتعشت أن نحتل اللاري هذا اللاري دي المحركات دي المار الحمد لله قد يعطي عودتاني واحد لا نطلناه باش ننتعش واحد شوية بالضبط بالضبط أنه راقتي تنعكس إيجابيا على الأتمين أنه حتى تكون اشتاء النوى بعدها الناس اللي هما اللي تيشيروا الأعلاف يعني أنه كيكون الربيع سيكون الحمد لله لأي حاجة اللي كي نقعد براه تجي معاجد في هذا الوقيت دي المارس يعني راه الربيع تبارك الله راه قد يكون شوية بعد أن تعش من نسبة الأعلاف لا تنقى من نسبة لها تنقى تنقى زيان الحمد لله بخير ونحن نتلب الله الله ينشرح ماخور على هذه تحت ورحم الله راه تنقى تنقى وفي نسبة لنجري ومزير ومساخرات وغالية شوية كانت طلعب وغالية طلعب بزافة صعبة علينا وفي نسبة لسلعات درها ما تتكت ما قدراش على على السوائر اشتركوا في القناة